اشتركوا في القناة وشهدته بنفسي قلت حدثني يا أبا الوليد قال غذونا أرض الرم سنة ثمان وثلاثين وكنا رفقة من أهل البطرة وأهل الجزيرة وكنا نتناوب الخدمة والفغات وإعداد الطعام كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحظ ذو حظ من عباده يصوم النهار ويقوم الليل وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه لطول قيامه وكثرة صيامه فكان يأبى إلا بالقيام بكل المهمات وما رأيته في ليل ولا نهار إلا في حالة جد واجتهاد فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في الحراسة وكنا قد حصرنا حصنا من حصون الرب فاستصعب علينا فرأيت من سعيد في تلك الليلة من الجلد والصبر على العبادة ما جعلني أحتقر نفسي إنه فضل الله يؤتيه من يشاء فلما أصبح الصباح ولم ينم قلت له خفف على نفسك فلنفسك عليك حق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اكلفوا من العمل ما تطيقوا فقال لي يا أخي إنما هي أنفاص تعد وعمر يفنى وأيام تنقضي وأنا رجل أنتظر الموت في أي لحظة فبكيت لجوابه ودعوت الله لي وله بالعون والتثبي ثم قلت نم قليلا لتستريح فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو فنام تحت ظل خيمته وتفرق أصحابنا في أرض المعركة وأقمت في موضعي أحرص رحالهم وأصلح طعامهم فبينما أنا كذلك إن سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيال فعجبت فليس هناك إلا سعيد نائما ظننت أن أحدا قد جاءه ولم أرى فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى أحدا وسعيد على حاله نائما إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك أصغيت إليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا ثم ردها بلطف وهو يضحك ثم قال فالليلة إذن ثم وثب من نومه واستيقظ وهو يرتعد خائفه فاحتضنته إلى صدري حتى سكن وهدأ وجعل يهلل ويكبر يحمد الله فقلت ما شأنك فقد رأيت منك عجبا وسمعت منك عجبا فحدثني بما رأيت قال اعتني من ذلك فذكرته حق الصحبة وقلت لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رأى في منابه قال جاءني رجلا لم أرى قط مثل صورتهما كمالا وحسنا فقالا أبشر يا سعيد أبشر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعجلت لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم قال فأتينا على حور وقصور وجواري وغلمان وأنهار وأشجار فأدخلوني في قصب ثم إلى دار فيه حتى انتهيت إلى فريد عليه واحدة من الحور العيد كأنها اللؤلؤ المكن فقالت لي قد طال انتظارنا إياك فقلت لها أين أنا فقالت أنت في جنة الماء قالت أنت في جنة الماء قلت ومن أنت قالت أنا زوجتك الخالدة فمددت يدي إليها فردتها بلطف وقالت أما اليوم فلا إنك راجع إلى الدنيا قلت لا أريد الرجوع قلت لا أريد الرجوع فقالت لابد من ذلك وستقيم هناك يعني في الدنيا ثلاثا ثم تفطر عندنا إن شاء الله فقلت بل الليلة قالت إنه كان أمرا مقضية ثم قامت من مجلسها فوثبت لقيامها فإذا أنا قد استيقظت وأنا أسألك بالله لا تحدث بحديثي هذا واسترني ما حييت قلت أبشر فلقد كشف الله لك ثواب عملك ثم قام فتطهر واغتسل ومس طيبا ثم حمل سلاحه ونزل إلى أرض القتال وهو صائب وظل يقاتل حتى الليل فلما صرف أصحابه وهو فيهم قالوا يا أبا الوليد لقد رأينا من هذا الرجل عجبا حرص على الشهادة وطرح نفسه تحت السهام وطرح نفسه تحت السهام والرماح وكل ذلك يصرف عنه قلت في نفسي لو تعلمون خبره لو تعلمون خبره لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فأفضر على قليل من الطعام وبات ليلته قائما فلما أصبح صنعك صنيعه بالأمس وفي آخر النهار عاد هو وأصحابه وذكروا عنه مثل ما ذكروا بالأمس حتى إذا كان اليوم الثالث انطلقت معه وقلت لا بد أن أشهد أمره وأرى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الأعاجيب وهو يبحث عن القتل والموت مضامنا وأنا أراه وأرعاه بعيني ولا أستطيع الذنو منه حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كان فإذا برجل من أعلى الحصل قد تعمده بسهم فوقع في نحنه فقر صريعا وأنا أنظر إليه فصحت بالناس فحملوه وبه رمق من حياه وجاءوا به يحملونه فلما رأيته قلت له هنيئا لك ما تبطر عليه الليلة قلت له فنيئا لك ما تبطر عليه الليلة يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيم فعض شفته السبلاء وأومأ إلي ببصره وهو يضحك وقال أكتم أمري وقال أكتم أمري والملتقى الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعد فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وأيات الله تنادي ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله فالأحياء فالأحياء عند ربهم يرزقون فريحين بما آتاهم الله من فضل ويستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلدهم ويستبشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين شكرا